بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذران فهم مؤمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسباء عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وادرب لهم مثلا أصحاب القرية إسجاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث بثالث فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن زكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذرغ لا تقد أني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي دلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلك ناكب لهم من الكلون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مثلمون والشمس تجري لمستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن قرقهم فلا صريح لهم ولا هم يوقزون إلا رحمة منها ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه ينأثم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة وهدة فإذا هم جميع لدينا محدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم وأسواجهم في زلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيشها المجربون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوف مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوح اليوم بما كنتم تكفلون اليوم نخطب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسمون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبسلون ولو نشاء لما سخناهم ألا مكانتهم فما استطاعوا مدجا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق فلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا زقر وكرآن مبين لينزر من كان حيا ويحك القول ألا الكافرين أظلم يدوا أنا خلقنا لهم مما عملت عيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفق فإذا هو خسيم مبين ودرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحيي الإنغام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلك مثلهم مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحاد الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون